طيب تعالوا بقى ايه ناخد خبر تاني بقى متعلق مش يمكن مش بالقاهرة العظيمة السحرة دي كما وصفت يعني القاهرة السحرة حقيقي يعني فعلا هي مدينة سحرة جميلة جمال بنت اللازينة مفيش بعد كده بس خلي عنيك تشوفها حلو وبصف وشوشم المصريين لانه احلى ما في مصر هو المصريين مش جدرانها ولا اثرها ولا اي حاجة احلى ما في مصر المصريين عمرك ما هتشوف عينين اطيب والله العظيم اطيب من عينين المصريين ولا هتشوف عينين واضحة تنبئ عامة بداخلها بمنتهى الاريحية والبساطة زي عينين المصريين هذا ليس كلام الحالمين دقق وانت تكتشف نفس اللي انا اكتشفته وغير اكتشفوه ده مما لا شك فيه المصريين دول حاجة تانية خلونا نروح للمركز الاعلامي المجلس الوزراء واللي بيكشف انه في ضوء ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي يا دي صفحات التواصل انا تعبت والله العظيم وزهقت واتديقت وقرفت من صفحات التواصل مفيش لعنة تنزل من السماء على صفحات التواصل ونخلص هبقى سعيد والله طيب ايه اللي حصل بعض الصفحات حطت مجموعة من اللينكات روابط بتزعم الاعلان عن وظائف جديدة في المتحف المصري الكبير تواصل المركز بطبيعة الحال مع وزارة السياحة والاثار واللي نافت هذه الانباء واكدت انه مفيش اي صحة للاعلان عن اي وظائف جديدة في المتحف المصري الكبير وان الروابط المتداولة ما هي الا روابط مزيف بالمناسبة الرابط المزيف ده ممكن عن طريقه يتم القرصنة على تليفونك او الكمبيوتر او اللابتوب او التابلت بتاع حضرتك انت حر خليك ماشي ورا الكلام الفارغ وانت اللي خسران بتوضح وزارة السياحة ان الاعلان عن اي وظيفة جديدة بيتم رسميا عن طريق الطرق المعروفة بشكل قانوني منها الموقع الرسمي للوزارة وبتحذر الوزارة بايه بقى المواطنين بتحذرهم من الانسياق ورا هادي الروابط اللي هتستهدف زي ما نقولت والله العظيم والله انا ما قريط الخبر قبل ما تقول طب اقول لكم على ولا بلاش اقول لكم دي مهم تستهدف استغلال بياناتكم الشخصية وجاري اتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال مروجي هذه الروابط المزيفة